أكثر من 87% هي النسبة المئوية التي وصلت إليها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع بابل بتجهيز المواطنين بالسلة الغذائية للوجبة الثانية حيث الإجراءات المبسطة ولجميع المواد التي أسهمت بالتخفيف الاقتصادي عن كاهل المواطن البسيط باشرنا وعلى الفور بتجهيز مفردات السلة الغذائية للوجبة الثانية وللمواد التالية مادة الزيت ومادة السكر والعدس والحمص وكذلك معجون الطماطع بالإضافة إلى أنه باشرنا بتجهيز مادة الرز للوجبة الأولى بعد وصولها للمخازن والحمد لله الآن وصلنا مراحل متقدمة من التجهيز 87% من المحافظة تم تجهيزها بمادة الرز بعد أن أكملنا الوجبة الأولى وندعو من خلال قناتكم لجميع وكلاء في محافظة بابل الحضور للسلام الوجبة الثانية كاملة وكلاء المواد الغذائية أعربوا عن استلامهم حصصهم من الوجبة الثانية للسلة الغذائية داعين بالوقت ذاته بقية الوكلاء للإسراع بالاستلام خدمة للمواطنين استلمنا السلة الغذائية الثانية زيت وشكر استلمناه والعدس والحمص والمعجون والمعجون وهسا بقى عندما تستلمناه لأنها السلة الغذائية الثانية تجهيزها بالنسبة للإجراءات سهلة يعني أمور ما شيء طبيعية تجهيز الوجبة الثانية من السلة الغذائية مادة الزيت والشكر والعدس والحمص وإجراءات زينة وسهلة وسريعة والتمن موجود على كافة الوكلاء يجون يستلمون موادهم الحمد لله وشكر تجهيز سريع جهود متواصلة ودعوات من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل إلى الوكلاء في المحافظة لاستلام السلة الغذائية الوجبة الثانية بإجراءات سهلة وميسرة من بابل علاء الجراح الإراقي الإخبارية